. . . . . . انا مش عارفة ازاي ما جربتوش قبل كده بجدي جدن من غير لحمة ولا فراخ وفقال من نص ساعة تكوني عاملة احلى غدوة في الدنيا امشي بس بنفس ترتيب الفيديو واتخلصي في لمح البصر متنسوش بقى تحطوا لايك للفيديو ده الاول باجيب حل على النار فيها شوية مية ومعلقتين صغيرين من الملح وقطعت فيهم كده 3 بطاطسيات مكعمين وهسبهم كده لحد ما يتسلقوا بعد كده جبت الكبة حطت فيها 3 بصلات زي ما انتوا شايفين كده بس الافضل تشيلوا البتاع دي علشان تحافظوا على المطور بتاع الكبة التاعدي بتبقى ناشفة جدا وبتأثر على عمر الكبة يا جماعة بعد كده هضربهم ضرب يكون مش ناعم قوي انا عايزة البصلية تكون مضروبة خشن عندك صحة بقى او شطرة اعمليها بايدك انا مش اضرب صراحة يعني يا دوبك ضربتين صغيرين علشان تبقى خشنة بالشكل ده حل بقى سخنة على النار وهسخنة كويس جدا جدا وبعد كده هنزل بالبصل انا محطتش زيت ولا سمنة ولا حاجة والتركات دي عظيمة احط معاهم معلقة ملح كده وهسيب البصل ده كده لحد ما المياه بتاعته كلها تتبخر زي ما انتوا شايفين على نار عليك اولا الحركة دي علشان محطش مادة دهنية كتير عشان هيتحمر وهيتحمر في ثواني وهوريكم دلوقتي بعد كده جبت بقى حواليه ثلاث اربع جزرات كده وما كانوا اخر جزر في التلاجة بصراحة ويحطتهم برضو في الكباب بنفس الطيقة كده بشكل عشوي وهتزيلوا كده ضربتين برضو صغيرين لحد ما ينعم معايا بالشكل ده اهو يا ولايه زي الفل انا مش عايزة اكتر من كده نرجع بقى للبصل نبص عليه لقي المياه بتاعته نزلت والحلة من تحت كده بتاعته تصفر كده خلاص بتاعته المياه بتاعته تبخرت تماما يا دوبك هحط معلقتين بس من الزيت وبرضو على نار عالية هتلاقوا البصل اللي دي خدت لون بقى بسرعة جدا من غير كمية زيت كتيرة ومن غير ما تاخد وقت طويل انا بس يا دوبك عايزة البصلاية تدبل كده وتاخد لون خفيف زي ما انتو شايفين كده بعد كده بقى هنزل بالجزر وديله تقليبة كده وهبتجي يبهر بقى الخلطة دي البهارات براحتك بقى بصراحة انا الاول حطيت شوية كسبرة وشوية كمون ورشة كده من الفلفل الاسود واحط كمان معا شوية من البابريكا واحط كمان شوية من بهارات الحوش واحط كمان معلقتين من الملح المبهر طبعا انتو عارفين ما باستغناش عنه الطعمامة ده بموت فيه ومش احط كتير عشان انا حطة معلقة ملح الاول على البصل معلقة الملح اللي حطيتها في الاول خالص بتساعد البصل ان هو ميته تتبخر بسرعة جدا تقليبتين كده وبعد كده نزلت بطماطمية مضروبة اقدر بعشوائي كده كده كله هيلين دلوقتي ويدوب مع بعضه تماما انا بغطيها بس كده لمدة عشر دقايق لحد ما الجزر كمان يدخل في السوى تماما والمية بتاعت الطماطم تتبخر بعد كده قطعت حوالي 3 اربع قرون فلفل اللي هو الرومي وهسابهم كده انتو عارفين فلفل ما بياخدش وقت خالص فهسابهم كده يدوبك خمس دقايق عبال ما صفي البطاطس كده بتكون كل حاجة جاهزة معي البطاطس هيستوت هتأكد بس ان هيستوت تماما هصفيها وكده يعتبر انا خلصت يعني كده يعتبر لغدا خلص صدقوني صفينا بقى البطاطس وهننزل بقى على الخلصة دي كده خلاص انا طفيت النار ومش محتاجة البطاطس في حاجة تاني خلاص انا اخلط كله مع بعضه وكده انا خلصت الخلطة الجهنمية الخلطة دي يا جماعة رهيبة تنفع في حشوة جلاش تنفع في حشوة الصنوشات اللي هي السوري وتتحمص كده وتاخد لون تنفع تتاكل بالعيش زي ما انتم شايفين كده لازم اعمل تست الخلطة علشان لو نقصة ملح ولا حاجة نعمل بقى طبق صلطة كده وعبال ما الخلطة دي تهدى شوية 3-4 معالق من الطحينة وعصير لمونة كبيرة وحط عليهم كمان معلقة كبيرة من الخل رشة صغيرة كده من الكمون ورشة برضو من الملح ورشة من البابريكا مش قطر ملح علشان الخل واللمون وانا بحب حط معها بقى فص طوم كده يكون مفروم فرش وببتزي يقلب كده وخف بميا بقى لحد ما وصل للصمك اللي انا احب وانا قلبت لقيتها زقيلة شوية فدتها بقى بقى ميا كمان وقلبت لحد ما اخدت القوم التحفة ده بجد تعمها خطير ومن غير زبادي ومن غير حليب واقتصادية جدا جدا وعمرها بيبقى طويل جدا في التلاجة خطيرة يا جماعة عندك شوية بقى دونس او عد اسمه ايدا شبت الطعي وحطي عليها برضو هتبقى تحفة جدا جدا رشة بابريكا كده علشان الحركات ودوقي بقى احلى صلة التحينة وفي ثواني حضرتيها بجد خطيرة ما استغناش عنها في السيام ابدا وبعد كده بقى هنجيب العيش البلدي تعنا العادي خالص وبالمقص كده نفتحه الفتحة دي المقص بصراحة بيفتح شكله كده بيكون متناسق يعني وبعد كده بقى هبتزي احط الخلطة الخلطة الحقيقة لسه سخنة بس مفيش صبر فانا مضطرة افرت بالسباتيولا كده علشان انا بحيب اشتغل بايدي اصلا بس هي سخنة جدا جدا فهحط بقى العيش كده واتكة عليه الحشوة ما تخرجش برا بصوا طعمها جنان ورحتها طحفة اه انسيت اقولكم طبعا لشان احباب الله انا ما بقدرش للأسف احط شطة في الاكل محرومة من الشطة في الاكل فلازم احط كده اللي عايز سبايسي بحط بقى كده يعني فرضاني الواحد ومش في الاكل كله لو انتو عايزين سبايسي هتزوده شطة بقى وفلفل حار الكمية اللي انا عملتها بتاعت الطلب بطاة صياد دول طلعولي 12 رغيف من الحواوسي النباتي ده بصوا خطير معلقتين صغيرين بقى كده وبدهن الرغيف من فوقه من تحت وبسخن طوصة بقى كده وبديها لون من الناحيتين خلي بالكم بقى اللي بيستصعب الخطوة دي يا جماعة ما بتاخدش وقت نهائي كل الرغيف تقريبا بياخد دقيقة علشان يتحمر عن نحيتين يعني نص دقيقة كده ونص دقيقة الناحية التانية بصوا سمعين بجد انا مش قادرة وصف لكم هي طحفة قدية عايزين تطفولوا في حماية براحتكم بس هو مش محتاج لانه طعمه لذيذ قوي 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 مش عارفة بجد ازاي ما جربتش الاكلة دي قبل كده هو اكتر حاجة بصراحة بساطتني ان هي عجبة الولاد جدا جدا وانا بسدق الحاجة اللي بتعجبهم يعني بقفش فيها دي حطتها كده في الوصفات المفضلة بالنسبالي عملت بقى على قد كمية الغدى حمرت حسب العدد اللي انا عايزاه وشلت الباقي هفرزه هقولكم هفرزه ازاي في نهاية الفيديو بصوا بقى شكلها حلو طعمها حلو اللي عيش مقرمش كده واخد تحميصة تجنن تقدروا تدهنوا زي تدهنوا سمنة نباتي براحتكم خالص خالص عايزين تعملوها بسمنة ملدي برضو براحتكم خالص خالص الملحوظة اللي هقولها لكم بس ان انتوا لما تيجي وتطبخوا الأكلة دي تعملوا تحمصوا على قد الغدى بس علشان هو بيبقى مقرمش في الأول بس لما بيبرد يا جماعة زي أي حواشي بيطرة ما بيبقاش مقرمش زي كده وبصراحة هو مقرمش بيكون طعمه خاطير مع الطحينة بقى يا سلام عايزين تعملوا شوية سلطة بلدي كده جنبه هيبقى تمام أوي أوي بصوا يعني جربوها وانا متأكدة ان هي هتعجبكم جدا جدا الوصفة دي وهتنردكم وهتعملوها كذا مرة في الشهر وهتعملوها كتير مش بس في الصيام انا كمان جربتها في الفطار لما دهنتها سامنة بلدي وحشتها كمان في النص مودزريلا مع البطاطس كانت خطيرة كانت بجد وهمية وطبعا زي ما معوداكم هنخبي كده حوالي أربعة الغفة اللي تبقوا دول ونربطهم كويس في كيس ونفضي منه لها ونحطهم في درج الساتر يا جماعة في الديب فريزر هينفعوا في أي وقت تاني بجد بجد لازم تجربوها واتمنى بقى تعملوا لايك للفيديو ده لو حاسينوا ان هو محتوى مفيد ويستاهل الدعم منكم اشتركوا في القناة